الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فما زال حديثنا موصولا حول الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى قد تقدم بنا الاعتقاد الواجب في هذا الباب في كتب الله عموما وفي القرآن خصوصا ثم نذكر ما يجب علينا نحو القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال الصحابة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولعمة المسلمين وعامتهم فأوجب النصيحة لكتاب الله النصيحة لكتاب الله هي أداء الواجب علينا نحو كتاب الله فما الواجب علينا نحو كتاب الله؟ أول ذلك الإيمان به على النحو السابق أن نؤمن بالقرآن على النحو الذي تقدم بيانه فنؤمن بأنه كلام الله المنزل تكلم الله بعلى الحقيقة وأنه ناسخ لما قبله محفوظ من التحريف والنقص أو التغيير ونؤمن بما فيه أيضا نؤمن بكل ما فيه فنصدق أخباره ونعتبر بقصصه ومواعظه ونؤمن بمتشابهه هذا المتشابه الذي قال الله فيه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات محكمات أي واضحات لا التباس فيها على أحد من الناس بينه هن أم الكتاب أي هن أصل الكتاب الذي إليه يرجع عند الاشتباه ثم قال الله وأخر متشابهات متشابهات أي تحتمل موافقة المحكم وتحتمل شيئا آخر قال الله عز وجل وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الناس على قسمين في هذا الباب الراسخون في العلم وأهل الهدى هؤلاء يردون المحكم يردون المتشابه إلى المحكم ويحكمون المحكم على المتشابه فيصير كلهم محكما ويؤمنون بجميع ما في الكتاب أما الزائغون فإنهم والعياذ بالله يتبعون ما تشابه منه ويقصدون المتشابه في ضرب بعض الآيات ببعض ويؤمنون بالمتشابه والعياذ بالله لأنهم يؤمنون بالمتشابه إيماناً يعني ضرب المحكم وهذا مذهب أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه لا يؤمنون به هذا الأدق في العبارة وأما الراسخون في العلم فهؤلاء أهل الهدى يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم هذا الواجب وقد جعل الله عز وجل هذا المتشابه في كتابه ابتلاء للعباد ابتلاء للعباد حتى يتبين الزائغ من المرتاب المتشكك والعياذ بالله الأمر الثاني مما يجب علينا نحو القرآن تلاوته وجميع هذه الواجبات عليها نصوص كثيرة في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآيات قول الله عز وجل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ومن الواجبات تدبر القرآن قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته فجعل الله عز وجل من مقاصد تنزيل القرآن أن يتدبر وقال أيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تعلمه وتعليمه مما يجب علينا نحو القرآن قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويدخل في تعلم القرآن وتعليمه تعلم التلاوة الصحيحة الأداء الصحيح لحروف هذا الكتاب وتعليمها للناس تعلموا أداء بالتلاوة حفظ القرآن وتحفيظه داخل فيه تعلم معاني القرآن ومعاني كلمات القرآن وآيات القرآن وتعليمها للناس كل ذلك داخل في تعلم القرآن وتعليمه مما يجب علينا من أعظم الواجبات العمل بالقرآن العمل بالقرآن يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا هؤلاء الذين عملوا بالقرآن قال تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن أي عاملا بكل ما في القرآن وقد ذم صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم فهم يقرؤونها قراءة لا تصل إلى قلوبهم إلى قلوبهم فضلا عن أن يعملوا به نسأل الله السلام مما يجب علينا نحو القرآن الذب عنه أن نذب عنه تحريف الغالين وانتحال المضطلين وتأويل الجاهلين وهذا واجب أهل العلم في كل زمان كل من تجرأ على الخوض في آيات الله بلا علم أو خاض فيه المتشابه من القرآن مخالفا طريقة الراسخين في العلم فإن الرد عليه واجب وتعرية ما عليه من الضلال واجب واجب أهل العلم مما يجب علينا نحو القرآن التحاكم إليه في كل شأن نتحاكم إلى القرآن في جميع الشؤون الشؤون الخاص والعامة الشؤون الأفراد والمجتمعات شؤون الرجل في بيته وفي عمله وفي مسجده وفي معاملاته للناس أن يحكم كتاب الله وهذا واجب الحكومات لا شك أيضا فهو واجب عام واجب على كل مسلم أن يحكم كتاب الله يقول الله جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أنزل الله عليه هذا الكتاب ليحكم بما فيه بما أراه الله جل وعلا أي على الوجه الذي يريده الله تبارك وتعالى مما يجب علينا نحو القرآن توقيره وتعظيمه وصيانته عن الامتهان وتوقير أهله العاملين به وهذا من إجلال الله قول صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام صاحب القرآن غير الغال فيه وللجافع أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومما يجب علينا نحو القرآن الدعوة إلى جميع ذلك الدعوة إلى جميع ذلك تقدم معنا مما يجب علينا نحو القرآن ثمانية واجبات يجب علينا أن ندعو إلى جميعها وهذه هي أصول الواجبات التي تجب علينا نحو القرآن وهذا القرآن هو سر الهدى والفلاح للمسلمين وفيه الخير وفيه الشفاء وفيه النور وسماه الله روحا كما تقدم كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا فكل الخير للمسلمين أحادا وجماعات في التمسك بالقرآن والتمسك بوحي الله إلى نبيه في السنة فهما قرينان لا ينفصلان وهذه مسألة سنتطرق إليها في اللقاء القادم إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اشتركوا في القناة